من ناحية تانية عبرت الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنها لموت الطالبة نييرة أشرف متسائلة بأي ذنب قتلت دعية الله أن يتغمدها برحمته ده جاي بينما تقدم المجلس القومي للمرأة ضد الدكتور مبروك عطية بعد تصريحاته حول مقتل الطالبة نييرة أشرف واستنكر المجلس تلك التصريحات وصفا ما قيل بتحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها طيب احنا معنا على التليفون دكتور مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أهلا أهلا بك يا دكتور سهلا يا فاندن أهلا بحضرتك يعني زي ما يتقال أن التعزية واجبة ونعزي أنفسنا في وفاة نييرة ومقتلها بجرم شنيعة طبعا طبعا عزقنا لأسرتها وعزقنا للمحافظة بأكملها ويمكن في ده كمان أشكر معالي النائب العام على سرعة القرار الإحالة ده 48 ساعة وخصل عدالة ناجزة وسرعة رهيبة يعني 25 شاهد حصل قدموا شهادتهم وإن شاء الله أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد وبيان النيابة عظيم لأنه في آخر البيان ذكر أن النيابة العامة تتصدى لجراء العنف والتعدي على النفس خاصة أنها تقع عبد المرأة والشباب فكل التحية والتقدير لمعالي النائب العام على العدالة الناجزة يا رب إن شاء الله يستكون تحرك راضع لكل من تصول له نفس التعدي على أي إنسان أو سيدة مصرية في الشارع بإذن الله كمان كان فيه البيان بتاع دار الإفتة دكتور المتعلق بالمدعين والمتعلق بالتحريض على ما لا ترتدي حجاب وده برضو بيان مهمة قوي 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 أظن يخدمكم في المجلس ويخدم أيضا بلاغكم ضد الدكتور مبروك عطية طبعا يا فندم أولا دار الإفتة كتبت في الآخر البيان حديث فتنة وإحنا بنتمسك بكلمة حديث فتنة وكأوة بقيت الكلمات وليست له علاقة بالمنهج الصحيح وفيه تحريض على العضوان على المرأة وتحقيرها حديث فتنة هذا الدكتور اللي طلع به على مواقع التواصل الاجتماعي يرهب ويتعد على الحرية الشخصية المنصوص عليها بالدستور والمنصوص عليها في القوانين المختلفة ويدعو للعنف والمجتمع وإثارة الفتن يعني ليه؟ ليه عايزين نقسم البلد محجبة وغير محجبة إحنا بلد طول عمرها ووطن طول عمره بيحضن الجميع وبيحقضن الجميع إحنا دولة فيها المسلمين ومسيحيين إذا إذا تقول لي أني لازم تخرج بلبس معين وبعدين أنا اللي أنا تكلمت عليه أنت ما تقدراش تفرد أي نوع من اللبس على أي حد على فكرة يعني والستة خرجت لبسة كده أو كده لازم أن تحترم خرجت في الشارع لازم يكون حتى بأمان إنما اللي طرحه الدكتور في موقعه وربطه بشكل ربط أمان المرأة بزي معين ده إرهاب وترهيب للمرأة ولا نقبله جملة ولا تفصيلاً ويتعدى على فرية وفراحة أنا أعتقد أن الفيديو ما أهانش المرأة فقط ولكن أهان رجالة مصر لأن صح إحنا دايماً نقول إن مش كل الشباب متحرش على فكرة ولا كلك الشباب معتدي وإن هو عايز يتوطي السيدة علشان يحميها من الكلاب والذيابة يعني أنت بتصف مين بإيه؟ بتصف مين بإيه؟ وبينحضرها لأنه لو ملبيتش كده تبقتلي ده خطاب يعني هو أهان ثلاثة هو أهان المرأة وأهان الرجالة وأهان الحجاب بتوصيفه بأنه قفة ده عيب ده عيب ده انتقاص وحرّض عملياً ضد المسيحيين يعني في النهاية ده يعني يتحجبه بقى فتنة فتنة يا فندم فتنة إحنا 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 يعني والله إحنا دم البنات ديت يعني أنا قلت في البوست بتاعي إن دم هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرجوا وتكلم عن ملابس البنات واستحباها أمنها بسبب اللبس أو برروا على فكرة لأن اللي اكتشفناها وإحنا التعليقات اللي حصلة على الحادث تعليقات مرعبة ليه تعليقات بهذا الشكل؟ كرسة 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 في حالة من الانهيار هو فقدان الإنسانية أنا خليني مش أقول انهيار أخلاقي فقط ولكن فقدان الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حصلة مرعب مرعب يعني وبعدين إحنا يا سبت الدكتور هل ثمن حياة إنسانة في الشارع هو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل ثمن حياة الإنسانة اللي في الشارع دي هو حصلت فلوس في اليوتيوب أو الفيسبوك؟ يعني إيه اللي حاصل؟ إيه اللي حاصل إن إنت تتحمل مسئولية حد ممكن يموت شخصة في الشارع عشان مش لقصة لذي اللي إنت حددته أو اللي إنت شرعته؟ عارف حضرتك يا سيوسيف إن اللي تعامل مبارح ده بيعتدي على أكثر من قانون في قوانين العقوبات ده ده بيعتدي على قوانيننا إحنا قانون العقوبات للنصري المحترم من سرب تس سبعة وتلاتين اللي بيتعدل ويجدد إحنا قوانيننا كويسة والله يقوانيننا كويسة بس يقوم القوانين قبل ما يصلاعوا كده يفتحوا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي بدون الرجوع إلى خبير قانوني اللي عمل مبارح ده إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طواقف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ويترتب على هذا تمييز إهدار لمبادئ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تسجيل السلم العام المادة 161 مقرر من قانون العقوبات المادة 171 مقرر من قانون العقوبات يقول كل من خرج واحدا أو أكثر بإستكاب جناية أنا أعتبره ده تحريد على الأصل على فكرة لأنه بيقول لو هي مش لفة زي معين هتتأكلي أنت كمان أنت بتفتح سكة لأتل فهو هعتبره تحريد على الأصل أو أكثر بإستكاب جناية أو جنف بقول أو صياح ظهر بي علم أو بتاع لو إيماء صدر على وسائل مكتوبة أو وسائل علنية أخرى يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر حتى لو لم يترتب على التحريد أثر فأي بنت هتنتهن أو يحصل عليها أي نوع من الاعتداد أي شخص من أشخاص المعروفة أو اللي بنسميهم هم بقى نفسهم انفلوانسر أو مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يعاقبوا بالقانون على التحريد على قتل وامتهان والتحرش بالسيدات طيب ماذا لو تراجع الدكتور مبروك عطية وقدم اعتذاراً يعني هو عمل فيديو جديد بالمناسبة قال أنا ما كنتش أقصد ده أنا أقصد كذا وكذا وكذا لا يا حال ده مخبرتك أستاذ يوسف حقيقي شوف الفيديو على فكرة هو ساعتها قال إن أنا شخص ضد الحجاب ده هو أساساً بيرهبني أنا شخصية بيعتذر عن إيه؟ ده هو بيطلعني إن أنا ضد لبس معين أنا لا يأجره أبقى ضد لبس أو مع لبس على فكرة صح الفكرة إن إنت اللي خليت إن الناس هتصنف وإنت اللي خليت شخص معتدي وأنا كل اللي عملته في البوست بتاعي إن أنا بقوله استكروا إن إنتوا هتقفوا قدام ربنا استكروا إن الناس اللي إنتوا بتحردوا على قتلهم أو تحرش بيهم دول حيختصموكم أمام ربنا طبعاً وإلى هذه اللحظة طلع مئة فيديو قول اللي إنت عايزه إنما الفيديو الأولاني موجود عارف حضرتك عتبره اعتذار إمتى إذا قابلنا الاعتذار إنه لما كان يمسح الفيديو الأولاني من عنده ويعتذر ويشيله إنما الفيديو مازال موجود والناس بتستخدمه خليني أتزيد يا دكتور أنا عايزة تزيد بصراحة حتى لو اتمسح الفيديو يا دكتور الطلقة طلعت فمش هيبقى دايماً إنه في حد يتكلم في شيء وبعدين يقول أصلاً ما كنتش رأقصد وهمسح الفيديو ما خلاص لا ما أقول لحديك على حاجة أنا بقولك بديك مثل لو كن هو عايز يعمل كده أنا فاهم عشان كده أنا بقول لحديك أنا عايزة تزيد في الحتة دي بصراحة الأعذار مش مقبولة أنا الأعذار مش مقبولة أنا قلت ارفعوا أيديكم عننا وعن المجتمع المجتمع ده مجتمع متدين ومحترم طول عمره سواء مسلمين أو مسيحيين أنت ديه النهاردة عايزين تفردوا وصايتكم على مجتمع مش قابل وصايتكم يا سيدي ما تسيب اللي محجبة محجبة والغير محجبة غير محجبة أنت عايز تخوفها لا لازم تنزلي قفة يعني إيه تنزل قفة في الشارع إيه الكلام اللي بتقوله ده إيه الكلام اللي بتقوله ده وقفة في الشارع وبعدين فقدم أنا بقول لحضرتك والله أنا اللي شايفاها في الفترة دي إن حياة ثمن الناس بقت ترند على السوشيال ميديا بقت ترند روح قولك معلومة مفيدة مش هتلاقيها عمل الترند انزل قشت محمد هتلاقيها عمل الترند هو ده اللي مش قفات فيعني نتقل له في اللي بنكتبه وباللي بنقوله وأنا بختصمه أمام الله هو وغيره وبرفع عليهم بلاغ وبدفع ببلاغ أمام النائب العام في الدنيا يعني أنا ما عنديش حاجة ما قدرش عمل غير كده عندي إحنا دولة قانون في دستور وفي قانون عقوبات يلزم الأشخاص دي باحترام القانون واحترام المرأة المصرية على فكرة وإحنا يعني مش حاجين أكتر من كده إحنا مش حاجين أكتر من كده دكتور ماري كفياهم خروج بألفاظ وبانفراضات بتخلينا شكلنا مش قد كده قدام الناس ولا قد كده قدام العالم ولا قدام نفسينا الحقيقة يعني ولا قدام نفسينا انت على فكرة على قد ما بيبقى عندك فولوورز وعلى قد ما عندك ناس مصدقة فيك على قد ما انت بتخسر شباب حيبقى مش قابل اللي انت بتقوله ده مش قابل ليه بتعمله كده ليه يعني أنا مش قادرة أفهم وبعدين والله أستاذ يوسف ممكن بيسر عشان أنا قلت حاجة تانية كمان فضل يا فن ان مش بس رجال الدين اللي بيطلعوا بيمتهنوا الهدي المهنة وبيتكلموا بهذا الشكل على فكرة ان ما احنا عندنا مشكلة في الإعلام والدراما اللي غير مسؤولة اللي بتحرض على مثله هذه الأفعال واللي بيحصل ان الشباب ده بيتمثل فيه أبطال بيحبوهم على فكرة بتلاقي مشاهد في الدراما واحد واقف تحت بلكون بتاعت حبيبته بيهددها لإما هتجوزك لإما هقتلك أو أمي على وشك ميت ناف ويحبوا بعض طب ما انت بتخلي الشباب ده يحس ان الموضوع ده عادي ما هو ده ده نفس النسق اللي صار عليه المجرم اللي قتل نير يعني هتجوزك يا موتك يا جماعة تحملوا المسئولية تحملوا المسئولية للتاريخ احنا لائع فيه حرية رأيه حضرتك قول اللي انت عايز حرية رأيه والتعبير والفن والابتكار والإبداع بيقف عندما تكون حياة الناس بتعرض انت حياة الناس والخطر دي مسئولية تجاه المجتمع مسئولية لا للأسف للأسف احنا 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 التحريد على انا بقى كل اسبوع فيه حالة من الحالات بيتكلموا بهذه الطريقة وبقى الثاني حضرتك انا عندي كم فولور وانت عندك كم فولور للأسف ما دي برضو يعني ده مرض جديد أصبح موجود الترند الفولورز اللايكس الشيرز دكتور مايا انا احب انه يعني نتشرف بمقابلتك في البرنامج لانه انا احب جدا ان احنا فعلا نتكلم على المزيد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالمرأة في مصر اه ويعني اقول لنا كده انه يبقى ده متاح واتمنى ان يكون قريب جدا لانه المسألة الحقيقة تحتم وجود حضرتك معنا تحتم ان احنا نناقش الملفات بشكل اكثر اتساعا كمان اشكرك استاذ يوسف واتمنى ان البرامج اللي داي حضرتك والبرامج الاخرى دايما تنطقي الديوف بتاعها لان الرسالة زي ما حايت بتقول كده الرسالة ما بتطلع في موقع او مع شخص محبوب للناس او زي برامجكم بتبقى رسالة طلعت رسالة طلعت ممتعهش نرجعها تاني حتى لو تقدم بكل الاعتذارات او اعتزل او بطل يظهر حضرتك دمرت كثير من الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاعك شيء مؤسف اشكرك جدا يا دكتور واتمنى ان احنا نلتقي قريب جدا بإذن الله في برنامجنا نتشرف بوجود دكتور مايا مورسي كل الشكر دكتور مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة